موسيقى الرئيس العليمي يعزي ملك البحرين في وفاة الشيخ عيسى آل خليفة اللواء زبيدي يطلع على جهزية القوات البحرية وزير الداخلية يبحث مع السفير السعودي تعزيز المجال الأمني في بلادنا محافظ حضر موت يرعى مراسم التوقيع على اتفاقية إدارة وتشغيل مركز المكلة للكلية الصناعية والشيخ بن حضريش يشيد بإقامة الفعاليات الرياضية بين شباب وفرق محافظتي حضر موت والمهرة موسيقى أينما كنتم مشاهدين الكرام طيب الله وقاتكم وإلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية من قناة عادة بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي برقية عزاء ومواساه إلى جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين وذلك بوفاة الشيخ عيسى بن مبارك بن حمد آل خليفة وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس عن خالص تعزيه وأصدق مواساته لجلالة الملك وأسرة الفقيد سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يحفظ البحرين ملكا وحكومة وشعبا من كل سوء ومكروم اطلع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالية الجنوبية اللواء دروس الزبيد بالعاصمة عدن من قائد القوات البحرية الفرق ركن بحري عبدالله النخعي على جهزية القوات البحرية في تعزيز الأمن البحري وحماية الخطوط الملاحية الدولية في باب المندب وخليج عدن والبحر الأحمر وقلال اللقاء شدد اللواء الزبيد على أهمية تكتيف الجهود للوصول إلى الجهزية المطلوبة مجدد انتقته بقدرات وكفاءة القوات البحرية في تنفيذ المهام على أكمل وجه كما استمع الزبيد من الفريق النخعي إلى شرح مفصل عن الجهود التي تبدلها قيادة القوات البحرية لإعادة تأهيل المنشآت التابعة لها ورفضها بالمعدات الحديثة والمتطورة حيث أكد الفريق النخعي استعداد القوات البحرية الكاملة للمشاركة الفعالة بالتحالف الدولي لحماية خطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن أصدر رئيس الجمعية الوطنية الأستاذ علي الكثير تعميما إلى كل الوحدات العسكرية والأمنية والجهات المعنية بالسلطة المحلية بمحافظة أبيان وجاء في التعميم البدء بوقف عمليات التحصيل غير المشروع للجبايات في النقاط على المستوى المحافظة والتعميم على جميع الوحدات العسكرية والأمنية والجهات المعنية بالسلطة المحلية بمحافظة أبيان بالتنفيذ والاجتزام داعيا الجهات المعنية للتعاون مع اللجنة وتسهيل مهامها المتعلقة برفع ما حددته من نقاط مخالفة وفقا لتقريرها المرفوع إلى هيئة الرئاسة إلى أن تواصل اللجنة عملها وفقا لقرار الهيئة بالمتابعة للتحقيق من تنفيذ التزام الجميع بالتوجهات والرفع بالمخالفات لمحاسبتهم وتقييم النتائج وذلك لمباشرة المرحلة الثانية وتعميم النتائج على بقية المحافظات الأخرى التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك مع المبعوث الامريكي إلى اليمن تيم ليندر كينغ على هامش مشاركته في أعمال منتدى صير بنياز بدبي وخلال اللقاء بحث الجانبين مستجدات استئناف عملية السلام في اليمن وتهديدات المليشة الحوثية الإرهابية لأمن الملاحة الدولية وتأثيراتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وجدد بن مبارك موقف مجلس القيادة الرئاسي والتزامها بإنهج السلام الشامل والمستدام في اليمن وفقا لمرجعياته ثلاث المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا ودعم جهود الإشقاء والأصدقاء الرامية لإحياء عملية السلام من جانبه أكد المبعوث الامريكي دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي وحكومة الشرعية ومساندة جهودها ووقوفهم مع الحل السياسي السلمي لاستعادة الأمن والاستقرار وإحلال السلام في اليمن بحث وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لإعمار وتنمية اليمن محمد آل جابر الموضعة ذات العلاقة بتعزيز المجال الأمني بين البلدين وأشاد وزير الداخلية بموقف المملكة العربية السعودية المساند للشعب اليمني ودعم قيادتها المتواصل لليمن لاستعادة أمن واستقراره مؤكدا إن هذا الدعم محل اعتزاز وتقدير كل اليمنيين ومن جانبه أكد السفير آل جابر حرص المملكة الدائم والمستمر على أمن واستقرار وتنمية اليمن ودعمها في شتى المجالات الخدمية والتنموية لتعزيز مجالات العمل الأمني التقى وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي بمكتبه بديوان وزارة الأشغال بالعاصمة عدن وكيل محافظة أبيان أحمد جرفوش بوجر خلال اللقاء مناقشة مشاريع الطرق المتعترة بمحافظة أبيان وأكد الوزير الحريزي اهتمام الوزارة بمشاريع الطرق خاصة الشريانية منها وأكد الطرق الرابطة بين المحافظات والمدريات بشكل خاص منوها إلى ضرورة مناقشة تلك المشاريع مع قيادة صندوقي سيانت الطرق لحل حل تلك الإشكاليات واستكمال المشاريع وبدوره قدم جرفوش شرحا مفصلا عن الإشكاليات التي تعاني منها محافظة أبيان في مجال الطرق خاصة الطرق التي هي دائما ما تتعرض لجرف السيول منوها إلى الإشكاليات التي تنجم عن تلك السيول والأخطار المحتقة التي يتعرض لها المواطنين جراء تلك السيول بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري بالعاصمة عدن مع مدير مركز الخدمات التابع لليونسيف جان لوكا بونو الترتيبات الخاصة ببدء دورة الصرف القادمة للحوالات النقدية الطريقة لمستفيد الرعاية الاجتماعية التي ستبدأ نهاية ديسمبر الحالي واستعرض اللقاء خطط وبرامج اليونسيف للمرحلات المقبلة في مجال الرعاية الاجتماعية والتطوير علاقة الشراكة وزيادة جهود التنسيق لتحسين برنامج ومشاريع اليونسيف لتقديم خدمات اجتماعية أفضل للمستفيدين ومنها مشروع الحوالات النقدية الطريقة الذي يستفيد منه التسعة ملايين مستفيد من جهتي أشاد المسؤول الأممي بجهود قيادة رزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والصندوق الرعاية الاجتماعية في تعزيز علاقة الشراكة المتميزة مع اليونسيف مؤكدا حرصه على تطوير هذه الشراكة وتعزيزها خلال المرحلة المقبلة التقى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري بالعاصمة عدن ظهرت سابت الأستاذ عبد السلام قاسم مساعد نائب رئيس فريق الحوار الوطني الجنوبي الداخلي وخلال اللقاء تم استعراض الوضع الاجتماعي والإنساني الذي تمر به محافظات الجنوب والصعوبة التي يعانيها المجتمع بظل ترد الخدمات الصحية والاجتماعية والتربوية والمعيشية مما يتطلب زيادة في التدقلات والمساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية حيث أكدت الزعوري إن قيادة الوزارة تقوم بكافة التسهيلات النظامية لجميع المنظمات الأجنبية والعربية والشركاء المحليين من منظمات المجتمع المدني حتى تتمكن من تنفيذ تدخلاتها الإنسانية التقى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري بالعاصمة عدن عبدالرب الجعفري مدير مديرية يهر وعمار الزحراني مدير مدرية المفلحي بمحافظة لحجة وخلال اللقاء تم استعراض عدد من القضايا الإنسانية التي تعيشها مديرية يهر والمفلحي وتم مناقشة الأدوار التي يمكن للمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في معالجة الكثير من الاحتياجات المجتمعية في البنية التحتية والإنسانية ومنها الخدمات والرعاية الاجتماعية لدعم صمود المجتمع المحلي في المديريات والقرى والمناطق النائية بمديريات يافع ودعا اللقاء جميع المانحين لإلاء هذه المناطق اهتماما أكبر في برامجها ومشاريعها القادمة رعى محافظ حضرموت موخوط مبارك بن ماضي مراسيم التوقيع على اتفاقية إدارة وتشغيل مركز المكلة للكليات الصناعية بهيئة مستشفى ابن سينة العام وتقطي الاتفاقية باستلام مركز المكلة للكليات الصناعية من قبل مؤسسة المركز الشيخ أحمد بن عيم ومؤسسة نهد التنموية لتمويده بشراكة مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ووزارة الصحة العامة والسكان على أن تتم إسناد إدارته التنفيذية لمؤسسة التنمية الصحية لتقوم بإدارتها ماليا وفنيا تحت إشراف السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ومكتب الصحة العامة والسكان وهيئة مستشفى ابن سينة كما تقضي الاتفاقية بأن يستمر المركز في تقديم خدماته مجانا للمرضى وتأتي الاتفاقية بهدف مواصلة تقديم الدعم والنهوض بالخدمات الطبية والعلاجية بالمركز حضر محافظ حضرموت مبخوط مبارك بن ماضي بالمكلة اللقاء الموسع ومأدبة الغذاء التي أقامها هجهة وعقال وأعضاء اللجان المجتمعية وشباب حارات باسويد والبدو وجول الشفاء بديس المكلة وأكد الحضور وقوفهم ومساندتهم لخطواته الرامية لحفظ الأمن والاستقرار ولما الشمل وتوحيد الكلمة كما أكدوا وقوفهم مع قرار السلطة المحلية بمحافظة حضرموت والقاضي بوقف توريد الإرادات للبنك المركزي وتسخيرها لخدمات المواطنين وبدوره جدد المحافظ إن النخبة والأمن هم أبناؤكم ومنكم لا نريد مجابهة أو مواجهة بين الأخ وأخيه بل نريد توحيد الصف من أجل نيل حقوق حضرموت وكذلك تنميتها وقال محافظها دعونا نتجه لتوفير الخدمات لأحياء ومناطق ديس المكلة ومدينة المكلة وحضرموت بشكل عام اليوم أنتم أكثر قوة زاد من قوتكم التمسك بقوة القانون بالأمس كان البعض خارجا عن القانون لكن اليوم القانون إلى جانبكم متابعا استخدمنا حقنا القانوني في العفو عن بعض الشباب بمتابعات وتعافذات من عقال ووجهاء مناطقهم ليساندوا الحق ويدعموا الأمن بالمجتمع أما الذين عليهم أحكام قضائية فهذا من اختصاص ولي الأمر فخامة الرئيس الذي نسعى معه لحل هذه المواضع ليكون شبابنا عناصر فعالة في المجتمع لسنا حريصين على أحياءكم ومناطقكم أكثر منكم نحن منكم وإليكم أنتم يجب أن تكونوا حريصين عليها ونحن نساعدكم في هذا الأمر أنا أريد الشباب الذين تحدثت معكم عنهم كثيرا أنني آتوا إلينا فلتكون طاقات هذه الموجودة والكامنة فيهم نحو الخير ونحو الصلاح طبعا نحن لم نقوم إلا بالواجب أتينا اليوم وكلنا فخر أنا أشعر بالفخر عندما آتي إليكم كما أنكم أنتم لم تجدوا في ذلك ظنى عندما أتيتم لنا وقلتم أن الحلول كذا وكذا شاد وكيل محافظة حضر موت الشيخ عمر بن حبريش بإقامة الفعاليات الرياضية المشتركة بين شبابي وفرق محافظتي حضر موت والمهرة وجاء ذلك خلال إقائه في المكلة رئيس وعضاء الهيئة الإدارية لفريق زعيم العيق الرياضي بمديرية الريدة وقصي عرى الفائز ببطولة الوفاء الفقيدين الدكتور علي بادينار والكابتن عادل باب الطاط في نسختها الرابعة وخلال اللقاء هنة بن حبريش لفريق العيق فوزهم بالبطولة وللمرة الثانية بعد حصولهم على لقب البطولة في نسختها الأولى مشيدا بمستوى التنظيم والحرص على انتظام هذه الفعالات الرياضية وبشكل عام دشنا وكيل محافظة حضر موت الحكم سالم بن شرمان ومعه رئيس جامعة سيئون الدكتور محمد الكثيري بمدينة سيئون ملتقى التعليم الجامعي تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي ومواكبة متطلبات سوق العمل وأشار وكيل المحافظة إلى أهمية هذا الملتقى ودوره بتعزيز جهود التعليم الجامعي ومناقشة المتطلبات واقع العمل ومحاولة سد الفجوة بين التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل مؤكدا استعداد السلطة المحلية لدعم ومساندة مخرجات وتوصيات هذا الملتقى ومن جنبه نواه وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد الوصابي بأهمية محاورة الملتقى ودورها في معالجة قضايا ومخرجات التعليم لرفض المجتمع بالإمكانيات والتقاط التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل وبدوره أجاد الكثيري بتنفيذ هذا الملتقى من قبل اتحاد الطلبة بجامعة سيئون وبالشراكة مع عدد من جامعات حضرموت وما يشكله من وعي لدى الطلاب الحضارم حضر المدير العام لمديرية مدينة المكلة العميد ركن عبدالله بايعشوت بمعية مدير عام مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهنية دكتور سالم باجابر تدشين مشروع التدريب المهني ودعم مهارات الأعمال المرحلة الثانية لنستفيدين ضمن مكون الطاقة الشمسية مبتدئ وعبروا الحاضرون عن ارتياحهم بهذا المشروع الهادف إلى تأهيل المتدربين للانخراط في سوق العمل بعد إكمالهم للمشروع الذي يتيح لهم فرص الحصول على منح ودعومات استشارية هذا وطاف الحاضرون على قاعة التدريب للتعرف على مستوى أداء المدربين ومد استيعاب المتدربين ترأس سالم العطيش باوزير المدير العام لمديرية غير باوزير اجتماع عن عقادة دورة الحادية عشر للمكتب التنفيذي بمديرية غير باوزير وأكد الاجتماع التأييد والمباركة المطلقة للقرار الصادر عن مكتب التنفيذي بمحافظة حضر موت بشأن إداء إرادات المحافظة وميناء الوديع البري إلى حساب المحافظة حتى تحصل حضر موت على حقوقها من الموارد المالية لتحقيق تنمية المستدامة وتحسين الخدمات كما قدم مدير عام المديرية الشكر والعرفان للأخ المحافظ على رعايته ودعمه للمشاريع التنموية في مقدمتها قطاعات السلطة المحلية والمياه والزراعة والتعليم والشونة الاجتماعية التي تشهدها المديرية نظمت دائرة المرأة باتحاد شباب الغد الحفل الفني والخطاب والتكريم في مدينة الغيظة بمحافظة المهرة وذلك بمناسبة ذكرى نوفمبر المجيدة وفي الحاف الاستعرض رئيس اتحاد شباب الغد الشيخ جميل بالحاف التضحيات الجسيمة التي قدمها المناضلون لنيل الاستقلال الوطني وإجلاء آخر مستعمر بريطاني من أرض الوطن وقدم الشيخ جميل نبدأ عن اتحاد شباب الغد وأهدافه وأبرز مشاريعه التي نفدها إلى جانب تدقلاته الإغاثية والإنسانية والتنموية خصوصا أبان إعصار تيج الذي ضرب المهرة خلال الشهرين الماضيين شارك أبناء محافظة المهرة في فعالية جماهرية تعبر عن مشاركتهم لإخوانهم بدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة العيد الوطني الإماراتي الثاني والخمسين وخلال الفعالية التي نظمتها المرأة المهرية عبر المشاركين عن فرحتهم للإمارات بعيدها الوطني مستحضرين العلاقات الأخوية بين أبناء الجنوب والإشقاء بدولة الإمارات وتأتي الفعالية تعبيرا ووفاءا من أبناء المهرة والجنوب على التدقلات الإنسانية والتنموية والإغاثية التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة لمكتلف محافظات البلاد فنحن اليوم تحت صقف واحد وتحت احتفال واحد ونعتبر هذا فخر فخر لنا كمحافظة المهرة تحتفل بهذا الجمع القفير من الحضور وبإذن الله تعالى في اتحاد شباب الغد نركز على الأعمال التنموية نتمنى من هذه اللاحظة وفي المستقبل القادم من اتحاد شباب الغد خدمة المجتمع وتقديم مشاريع تنموية مساندة لأبناء المحافظة المهرة قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية المقدم محمد النقيب إن قواتنا المسلحة الجنوبية الدفاعية والأمنية خلال السنوات المنصرمة من تأسيسها أثبتت كفاءتها وجدارتها كشريك فعال ومهم للتحالف العربي في التصدي للخطر والامتداد الإيراني بالمنطقة ومكافحة الإرهاب وأكد النقيب في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على إن شعبنا الجنوبي ومن خلال قواته المسلحة على استعداد تام بتحمل واجبها ومسؤوليتها في الإسهام الفعال والمحوري في حماية أمن واستقرار ممرات الملاحة البحرية في باب المندب وخليج عدن بالشراكة والتنسيق التكاملي مع الشركاء الإقليميين والدوليين مشيرا إلى أن الجنوب بموقعه وخصائصه الجغرافية تؤكد أهمية وضرورة أن يكون الجنوب شريكا محوريا في أي تحالف دولي خاص بأمن المنطقة والملاحة الدولية ثم كانت القوات المشتركة بمحافظة شبوى وذلك بمدينة عتق بضبط عدد من الأسلحة المتنوعة وكمية من الذخيرة الحية من أحد المحلات بسوق السلاح بمدينة عتق وقال مصدر مسؤول في القوات المشتركة بأن القوات المشتركة بمحافظة شبوى تمكنت من تحديد مكان أحد محلات تجار السلاح حيث ثم رصده من قبل القوات المشتركة والقبض علي وبحفظته عدد من الأسلحة المتنوعة وعدد من الدخائر الحية بمدينة عتق وأكد المصدر بأن المتهم أقر بأن حيازته للمضبطات كانت بقصد الإتشار مضيفا أنه تم التحفظ على المضبطات ونقل المتهم للجهات المقتصة لأجل استكمال الإجراءات وتقديمه للجهات ذات العلاقة قالت جماعة الحوثي إن التهديد بإنشاء قوة دولية في البحر الأحمر وذلك لموادهة هجماتها على السفن لا يقيمة له لكنه يهدد أمن واستقرار المنطقة وقال عضو ما يسمى المجلس السياسي الأعلى بالجماعة محمد الحوثي إن التهديد بإنشاء تحالف في البحر الأحمر ضد اليمن لا قيمة له مضيفا إن من شأن هذا القطوة أن تهدد أمن واستقرار المنطقة وأردف بالقول نحن معنيون بالتحرك بشكل أوسع لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإلى ذلك أعلن متحدث وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدار إن الولايات المتحدة تجري مباحثات من أجل تأسيس قوة مهام بحرية دولية ضد هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر كشف تقرير أممي حديث عن استمرار معاناة نحو نصفا سكان اليمن من عدام الأمن الغذائي ورغم التحسن الطفيف الذي طرأ قلال أكتوبر مقارنة بالشهر السابق وقال برنامج الغذاء العالمي في تقريره لنتائج مسح ميداني لحالة الأمن الغذائي في اليمن إنه رغم تحسن الأمن الغذائي خلال أكتوبر الماضي إلا أنه لا يزال عدام الأمن الغذائي منتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء اليمن وأوضح التقرير أن ارتفاع الأسعار وانهيار العملة الوطنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية كان سببين رئيسيين في عدم الحصول المواطنين على الغذاء الكافي مشيرا إلى أنه واصل برنامج الأغذية العالمي مساعدة 13 مليون شخص في كل دورة توزيع وفقا لخطة التنفيذ ولكن بحصة غذائية منخفضات عادل 41 من المئة من سلة الأغذية القياسية لكل دورة وأرجع البرنامج قراره على محدودية التمويل وعدم الاتفاق مع الحوثيين على برنامج أصغر يتناسب مع الموارد المتاحة للأسر الأكثر احتياجة وإلى الخبر الأخير في هذه النشرة استشهد عشرات المواطنين وجرح آخرون في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلي السبت على مواقع مختلفة بقطاع غزة وفي شمال القطاع ما زالت الآليات العسكرية تحاصر مخيم جبالية لليوم الخامس على التوالي واستطلاق النار صاروقي ومدفع كثيف ما أدى لاستشهاد عشرات المواطنين وجرح آخرين كما تتعرض مدينة خان يونس والبلدات المحيطة بها لعملية اجتياح موسع وذلك لليوم السادس على التوالي واستقص في المدفع وغارات من الطيران الحربي الإسرائيلي في ظل عملية نزوح لمئات العائلات باتجاه رفح المجهورة غالبيته من النازحين من مدينة غزة وشمالها هذا ووصلت الحالة الإنسانية في قطاع غزة إلى مستويات مزرية حيث لا يوجد فيها أدنى مقومات الحياة من أكل ومشرب ومئفس المشاهدون الأكارم النشر انتهت فتذكرون بأبرز العنوين الرئيس العليمي يعزي ملك البحرين في وفاة الشيخ عيسى آل خليفة اللواء الزبيدي يطلع على جهزية القوات البحرية وزير الداخلية يبحث مع السفير السعودي تعزيز المجال الأمني في بلادنا محافظ حضر موت يرعى مراسم التوقيع على اتفاقية إدارة وتشغيل مركز المكلة للكلية الصناعية والشيخ بن حضريش يشيد بإقامة الفعاليات الرياضية بين شباب وفرق محافظتي حضر موت والمهرى وإلى هنا مشاهدين الكرام قدمنا لحضراتكم نشرة مفصلة من قناة عاطبتم وطابة وقاتكم وإلى اللقاء ولكم أضياب التحايا مني ومن طريق عملي هذه النشرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة